أم أحمد تسأل تقول يعني بالنسبة لعمل المرأة في بيتها وفي شؤون البيت يعني الزوج يقول أحيانا هذا واجب عليك وتسأل عن حد الواجبات وما هو الواجب اللي على الزوج وما هو الواجب اللي على الزوج أم أحمد بارك الله فيك أولا بالنسبة للحياة الزوجية حياة قائمة على العشرة بالمعروف قال جل وعلا وعاشرهن بالمعروف قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ولذلك الله جل وعلا قال وليس الذكر كالأنثى فالله جل وعلا خلق وفرق خلق الرجل وجعل له أمور تناسبه وخلق المرأة وجعل لها أمور تناسبها وهذا خلق الله سبحانه وتعالى ولذلك تكتمل الحياة بقيام كل إنسان بدوره الذي أناطه الله عز وجل به والذي جعل الجبلة والفطرة نزاع إليه مائلة إليه هذا خلق الله سبحانه وتعالى ومنذ قديم الزمان المرأة هي عمود البيت المرأة هي التي تقوم بالغسيل تقوم بالطبخ تقوم بغسل الملابس تقوم بترتيب البيت تقوم بكذا منذ قديم الزمان حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والرجل مكلب بالقيام بالنفق على البيت والأمور التي خارج البيت والاجتهاد وهذا لا يمنع أن يشارك الرجل امرأته في البيت لكن لكل واحد مهمة فريضة هذا له فريضة وهذا لها فريضة لكن ممكن أن أحدهما أيضا يخدم الآخر ويعين الآخر حتى تكتمل الحياة حتى تكتمل الحياة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءت فاطمة التي هي أفضل أولاده وهي قطعة منه صلى الله عليه وسلم وكان يحبها حبا عظيما كانت تحت علي بن أبي طالب جاءت إلى بيت أبيها سيد المرسلين وأردت عائشة تشقق يداها من كثرة الرحا التي تطحن فيه الحب وغسل البيت وتنظيف البيت فقالت سمعت سبي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام أريد خادم أو خادمة فكان رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الليل أخبرته عائشة فذهب إلى بيت فاطمة يقول علي فجلس بيني وبين لما قمنا إليه قال مكانكما لأنه كان على الفراش كان على الفراش فقال مكانكما يقول علي فجلس بيني وبين فاطمة حتى إني لأجد برد قدمه في صدري صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا أدلكم على خادم ألا أدلكم على خير من خادم إذا أخذتما مضجعيكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبر أربعا وثلاثين فإنها خير لكما من خادم سئل علي تركت هذا ليلة قال لا والله ولا ليلة صفين ما ترك هذا العهد وهذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام وقسم النبي عليه الصلاة والسلام العمل بينهما فاطمة لها عمل البيت وعلي له العمل الخارج هو الذي ينفق هو الذي يعمل هو الذي يحترف هو الذي يعتمل يشتغل هو الذي يأتي بالأشياء التي لا تحتملها المرأة بهذا اكتملت الحياة الزوجية وبنية الأسرة هكذا أخت الفاضل ولذلك لا يوجد داعي لإثارة مثل هذه الأشياء والرجوع إلى بعض الكلام أو شذودات الفقهة مثلا لا يوجد داعي لأن هذا حقيقة يربك الحياة الزوجية الآن فطرة سليمة ما يقوم بأعمال البيت إلا المرأة ما يمكن أن يقوم هناك أعمال ما يحسن الرجل للقيام بها ولا يمكن أن يتقنها إنما تتقنها المرأة هي الله عز وجل خلقها وجعل هذه الأعمال لها هناك أعمال ما يمكن للرجل أن يعني أن يقوم بها وإنما هي للمرأة وكذلك المرأة ما يمكن أن تقوم بهذا العمال وإنما يقوم بها الرجل بهذه الطريقة لكن قضية أن يأتي الزوج بطريقة سلطوية فوقية فيها تعالي يجب عليك ويجب لا هذا غير يتنافى مع المعاشرة بالمعروف يتنافى مع المعاشرة بالمعروف ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشارك أهل في عمل البيت سئلت عائشة كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته قالت كان يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلي بشاته فإذا سمع المؤذن خرج صلى الله عليه وسلم إذن هذه مشاركة مشاركة في البيت فيشارك الرجل في البيت لكن هي مشاركة قائمة على مشاركة نفل مشاركة باب المساعدة والمعاونة هذه قضايا وهذه قضايا كما أن الزوج مطالب بالإنفاق على زوجتي وجوبا كذلك المرأة تقوم بهذه الأشياء يا أم أحمد